السلام عليكم تماما النادي الزمالك دقتي يوصل لتلاتة وخمسين نقطة والنادي الاهلي عنده واحد وخمسين نقطة الحقيقة انا شايف ان هناك الناس بتقول خلاص الدوري اصبح للنادي الاهلي وبالمناسبة انا حامشي عكس الاتجاه وحامشي عكس الطيار الدوري لسه فاضل فيه اتناشر مباراة للنادي الاهلي الدوري لسه فاضل فيه اتناشر مباراة للنادي الاهلي منهم مباراتين لنادي الزمالك بستة نقاط والعشر مباريات المتبقية بتلاتين نقطة العشر مباريات المتبقية بتلاتين نقطة إذا كنت بتكلم صح يا جماعة قلولي من فضلكم اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم أنه لسه المباريات القادمة كثيرة جدا محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل كرة القدم دائما دائما كرة القدم فيها العجب كرة القدم دائما فيها العجب نادي الأهلي نحن بنطمع الحقيقة كلنا كأهلوية إنه يكسب كل مبارياته القادمة حتى لا ينظر إلى نتائج الفرق الأخرى ده الطبيعي ده اللي بيحصل أو ده دايما اللي احنا بنفكر فيه كنادي أهلي ولكن الحقيقة يعني أنا شايف أن الناس بتبريب بتقولي مبروك الدوري يا جماعة لا مش مبروك الدوري اوعى حد يوصل لحضرتك إن الدوري انتهى و اوعى حد يوصل لحضرتك إن المباراة القادمة أمام نادي الزمالك هي مباراة زي ما قالوا كتير من الخبراءنا ومحللنا إن هي حتبقى بتبين أكتر أو بتقرب أكتر اللي حيفوز في هذه المباراة ولكن لسه مباراة تانية كتير وصدقون يا جماعة كرة القدم فيها العجل كرة القدم فيها أشياء مختلفة كثيرة جدا 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 الناس اللي ما نزلتش الملعب ما تعرفش إن انت ممكن ممكن تهاجم تسعين دقيقة تهاجم تسعين دقيقة وتروح للجون مئة مرة وما تجيبش ولا كرة وكرة الناحية التانية تيجي تغبط في حد وتخش جون هي دي كرة القدم هي دي متعة كرة القدم هي دي حلاوة كرة القدم وبالتالي لا لسه بدري لسه بدري تعادوا النادي الزمالك النهاردة مع نادي المقاولين العرب لا يعني فوز النادي الأهلي بهذه البطولة أو بطولة الدورة أنا الحقيقة انزعكت جدا من الناس مبروك علي يا جماعة لسه بدري وانادي اللي عمل حاجة النادي الأهلي لم يفعل شيء حتى الآن النادي الأهلي ولعبته وجهازه الفني ما حدش عمل حاجة لسه لسه المباراة قادمة الناس ماشي في طريقها الصحيح اللي دايما انا قلتلكم لو تفتكروا دايما لما كنت واقف على الول هنا او على الشاشة دي كنت دايما اقول لكم احنا ماشيين في الطريق والناس بتخبط فينا من الجنب فخلي بال حضراتكم من طرق التخبيط اللي في الجنب ده ان انتوا تصدروا لللاعبين ان الدوري خلص الدوري مخلصش الدوري لسه بدري الدوري لسه بدري عندك مباريات صعبة جدا ومباريات مهمة جدا مباراة الزمالك مباراة الانتحاد السكنداري مباراة الورى بعض سموحة وبعد كده بيرامدز اربع خمس مباريات ورا بعض هايبان فيهم اشياء كثيرة جدا ولكن برضو الدوري مش هيكون انتهى لو النادي الاهلي فاز بهذه المباريات العقلية والله انا دايما antibثق فيها عقلية جمهور النادي الاهلي عقلية جمهور النادي الاهلي دايما عارفين ان الدوري بينتهي لما يبقى فارق النقاط أكتر من عدد المباريات المتبقية هو ده هو ده اللي احنا بنسعاله هو ده اللي احنا عايزينه بالمناسبة النادي الأهلي ممكن جدا جدا ياخد الدوري قبلها بثلاثة أربع أسابيع ما فيش مشكلة ده ممكن يحصل لو الفرق التانية خسرت أو تعادلت أو النادي الأهلي يكسب مباراته القادمة يعتلي قمة الدوري أشياء كتيرة جدا ولكن النغمة اللي طلعة والنغمة اللي بتتقال والنغمة لا النغمة دي ليست صحيحة وانا بكرر وانا بتكلم من داخل قناة النادي الأهلي هذه النغمة نغمة ليست صحيحة النغمة دي نغمة خاطئة مية في المية مية في المية وبرضه هقول الكلام ده بعد مبارات الزمالك تشأل الله ربنا يكرم النادي الأهلي ونقدر نكسب الزمالك ويعود النادي الأهلي إلى مركزه الطبيعي برضه هقول لحضراتكم الكلام ده لسه بدري محدش يتكلم يا جماعة ان الدوري خلص محدش يتكلم ان الدوري انتهى محدش يقول ان خلاص بقى الزمالك كذا وبيرامدز بعيد وده كذا وده كذا لا محدش يقول كذا عقلية جمهور النادي الاهلي هي عقلية عارفة كويس جدا ان هناك او الدوري ينتهي لما يبقى فارق النقاط اكبر من عدد المباريات المتبقية ما بين الاول والتاني هو ده بس الحالة الوحيدة اللي نقدر نحتفل بها في الدوري كلنا ثقة في فارقنا كلنا ثقة في جهازنا الفني كلنا ثقة في جهازنا الطبي في جهازنا الاداري في مجلس ادارتنا وعارفين ان احنا ماشيين ورا ناس هتموت نفسها وتكتهد جوه الملعب عشان تكسب كل المباريات القادمة هو ده اللي احنا بنفكر فيه او هو ده اللي الاهلي دايما بيفكر فيه مش عشان احد المنافسين يتعادل مباراة يبقى لا لسه بدري لسه بدري انا انا اسف ان انا منفعل ولكن لازم ابقى منفعل لازم وانا بتكلم مع حضراتكم لان انا شفت الموضوع ده بعنايا وجربت وانا جوه الملعب وانا وغيري انا اسف ان انا بقول انا لكن غيري وانا وناس كتيرة جدا جربت الموضوع ده ثقاتنا في لعبتنا وثقاتنا في جهازنا الفني اه ما بتهتزش ابدا 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 ولا هتهتز ابدا هو ده اللي احنا بنفكر فيه نادي الاهلي بيفكر دايما ان لما يجي يكسب يكسب كل المباراة القادمة ليه علشان يبقى الدوري في ايديه علشان هو اللي يقرر ان هو اللي خد الدوري مش يستني نتائج فرق اخر فمن فضل حضراتكم لسه بدري هو ده اللي انا هقدر اقوله لسه بدري الموضوع الموضوع لسه فيه فيه خمسة وعشرين او تمانية وعشرين تلاتين بونت لسه بدري تلاتين نقطة يعني فمن فضل حضراتكم يا جماعة نفكر كويس في النقطة دي لان النقطة دي مهمة جدا 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 وانا جاي في الشارع وانا ماشي يا جماعة فيه لسه بدري فيش حاجة خلاص حصلت مش هو ده نادي الاهلي اللي بيفكر بهذا الشكل نادي الاهلي بيفكر يكسب مباراة الزمالك ويكسب المباراة اللي بعدها اعتقد سموحها او الاتحاد ويكسب المباراة اللي بعدها ويكسب المباراة اللي بعدها هو ده تفكير لعبت النادي الاهلي هو ده تفكير جمهور النادي الاهلي هو ده تفكير الجهاز الفني اللي نادي الأهلي مش إن الدوري خلص وخلاص الأهلي حيكسب والأهلي مش عارف لا 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 خالص الفضل حضراتكم لسه بدري مش عايزين ندي ثقة لللاعبين وهم لسه بدري ما حصلش حاجة لسه اللاعبين قدامهم لسه عشر مباريات أو تسع مباريات يقدروا يكسبوا فيهم وبعد كده بقى حنحتفل وحنتبسط وحنعمل كل اللي حضراتكم عايزين كل اللي حضراتكم عايزينه وحنعمله طيب عندنا ايه النهاردة عندنا زي ما قلت لحضراتكم وحنتكلم عنه